من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها التصوف في الإسلام معي داخل الستوديو الدكتور محمد المنتصر اللي زير قلامية العام لرابطة علماء التصوف بالسودان كما أيضا يصحبني داخل الستوديو الدكتور حسن أحمد حسن الهواري رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة ومجموعة الشباب دكتور عمر الطاهر ومحمد عبد الله وأشرف ونجم الدين وعلي أبو الفتح وخوجلي مرحبا بكم كنا قبل الفاصل قد سألنا عن موضوع البدعة وأتى بأدلة كثيرة جدا يصعب أن نحصرها الآن حول أن هناك بدعة حسنة هناك بدعة متروكة ومرفوضة ما هي دلتك على أن كل بدعة ضلانة؟ لم يأتي بدليل والنبي عليه الصلاة والسلام قلت لك أفصح العربي وأفصح الناس وأعلم الناس وقالها في الممر ونقلها الإجماع الصحابة كل بدعة ضلالة فلا يمكن أن نخصص عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام المفسرين وهو يتكلم في الوصول هل يخصص النص النبوي بكلام الناس؟ ثانيا ما ذكره من حديث جريد بن عبد الله البجلي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من ابتدع بدعة حسنة وإنما قال من سنى والسنة غير البدعة هذا واضح جدا الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بعد أن خطب الناس وأمرهم بالصدقة فبادر الرجل وتصدق بصدقة تبعه الناس فنسأل عموم المسلمين عامة المسلمين هل الصدقة بدعة أم سنة؟ لا شك أن الجواب أن الصدقة سنة مشروعة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من سنة حسنة؟ تعليقا على الصحابي الذي بادر بالصدقة هذا دليل على أن من بادر إلى فعل الخير أمر الثالث ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله يقول إن كلمة بدعة حسنة متناقضة في ذاتها كالذي يقول حرام طيب كيف يكون بدعة ويكون حسنة والتصوفه من البدع التي هي الضلالة وهذا كلامه إمة العلم مالك والشافي وعبد الرحمن بن مهدي وابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي والقاضي عياض المالكي وأبو بكر الطرطوشي وأبو العباس القرطبي والحفار المالكي وابن العربي وابن حجر وخلاصة أقوالهم إن مذهب الصوفية غير معروف عند السلف وأن طريقة التصوف أقرب للحماقة وأبعد عن العقل والتحذير منها وأنها انتهت ببعض الناس هذه مرفوضة جملة وتقصية نعم طريقة التصوف انتهت ببعض الناس إلى الجنون والزندقة ومن أضر الطوائف على الإسلام وأن من أفعالهم ما هو أقرب إلى طريقة الأهل البطالة والفسوق المدخلين في الشريعة ما ليس منها وأن مذهب الصوفية خلينا نشوف نقطة ثانية عرفت أن الصوفية بدعة انضلالة على أفهمي؟ وضحت هذه النقطة خلينا أشوف رأي الشباب ديل السؤال موجه لمحمد الزيري وذكر في أول كلامه قال الإنسان مركب من روح في الجسد وعرج إلى أن علماء الشريعة يهتمون بالظاهر وعلماء التصوف يهتمون بالباطن السؤال هل علماء الشريعة أهملوا الباطن؟ يعني هل علماء الشريعة اقتدام من الصحابة والتابعين وإمة الإسلام وإمة الأربعة هل أهملوا الكلام عن الأخلاق والسلوب؟ هذا كلام يعتبر كنطاعاً مبطاً في علماء الشريعة هذا واحد ثانياً ذكر الشيخ للدكتور حسن هواري حفظه الله ذكر أبيات ومقالات وشطحات نتمنى من محمد الزيري أن نجيب عنها بالتفصيل بالتفصيل يعني كما هو يطالب بالأسئل بالإجابة نحن يطالب بإجابة عن هذه الشطحات التي قرىها الشيخ آنف ما فهم تفضل أولاً فضلة الدكتور الهواري ذكر أن التصوف لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد من انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف لفظ تصوف ولم يعرف لفظ فقيه ولا قاضي هل كل هذه المسائل التي لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرفوضة جملة وتفصيلة أهل العلم يصطلحوا على أنه لا مشاحة في الإصطلاح لا مشاحة في الإصطلاح كذلك لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سلف ما هي في ناس قالوا أننا السلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الجماعة السلفية إذن هذه كلها مصطلحات لها مدلولات طالما أن هذه المدلولات مدلولات شرعية لا إشكال في ذلك أن التصوف جملة وتفصيلاً مرفوض ذكر الإمام الذهبي في سير علامة النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي أن محمد بن محمد بن غانم جمع ديواناً من أشعار الإمام الشافعي جاء في هذا الدوان في فصل العلم فصل العلم الفقه والتصوف متلازمان قال الإمام الشافعي فقيهاً وصوفياً فكن ليس واحداً فإني وحق الله إياك أنصحوا السؤال توفي الإمام الشافعي سنة 204 هجرية هل التصوف بعد ذلك لم يكن معروف لو سمحت قال الإمام أحمد بن حنبل كما أورد في الأدابة الشرعية لابن مفلح وفي شرح منظومة الأداب للإسفارين الحنبلي كلهم في باب الاستماع القرآن والإنصاط له ذكروا أن الإمام أحمد سئله قيل الإمام أحمد يا إمام هناك أقوام يسمون أنفسهم الصوفية يجلسون في المساجد على سبيل التوكل قال العلم أجلسهم قال يكتفون باللغمة والخرقة قال لا أرى على وجه الأرض أقواما أفضل منهم قيل إنهم يتواجدون التواجد واللسي بتشوفه في الحلقة ذا زول دور وجاته أحوال في السماع قال إنهم يتواجدون قال دعوهم يفرحوا مع الله ساعة قال منهم من يصعق قال بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أخيرا الإمام أحمد توفي سنة مئتين واحد واربعين هجرية توفي الإمام الشافعي سنة مئتين واربع هجرية وأخيرا لو سمحت لي عفواً على طالع ذكر الزهب في سير علام النبلاء في ترجمة الحسن البصري وهو من كبار التابعين توفي سنة مئة وعشر هجرية قال كان له مجلس عام يسأل فيه عن الفقه وربما سئل عن التصوف فأجاب وقال الذهبي في ترجمة عمران المسلم وضحت وضحت هذه النقطة عمران المسلم آخر آخر مسألة عمران المسلم يمولانا عداد قال الذهبي من صغار التابعين سمع من أنس قال القصير العابد الصوفي كل هؤلاء في القرون الفاضلة وضحت هذه النقطة وضحت دكتور محمد المنتصر لزاري رجل يقول لك أن شريعة الباطن التي تسميها هي شريعة كاملة ويقول لك أنك تطعم بصورة غير مباشرة في علماء الشريعة أنهم لم يكملوا شريعة الباطن تفضل كيف تجيب؟ أول شيء أنا العبد الضعيف خادم العلم الشريف أولا دكتور حسن الهواري اتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة قال أن هذه المسألة لا تتعلق لموضوع إحداث أم تتعلق بس سنة الجسد الثاني من الحديث من سنة سنة سيئة معنات في سنة سيئة على فهمه ده اتهام صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة سنة سيئة أنا داري الجزئية الثانية دي كيف سنة سنة سيئة؟ سيجيب عليك ابقوا هنا من المسألة ده اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في سنة سيئة سيجيب عليها وابنتيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول ينقل آراء المذاهب الأربعة أن من يتهم الحبيب صلى الله عليه وسلم مرتد ده نقل من ابنتيمية فقط وضحت هذه المسألة الجزئية الثانية التي أقولها هو سألني أولا هل هناك تصوّب باطل؟ لا يوجد تصوّب باطل كل التصوّب صحيح أيوة نعم التصوّب كمنهج المبنى على العلم والعمل صحيح ما فيه وشكال طيب ده بيسأل ده كإجابة أنا لي الأدلة على ذلك جميل الخوجة لإبراهيم اللي قال محمد الإزيري وقال فخامة الدكتور حسن الهوالي ليس هناك أيوة نعم في تعبيري هذا بيقول لي علماء الشريعة إن تطعنت فيهم هل أهملوا؟ ما أهملوا؟ الإمام مالك صوفي ومتصوف أنا أذكر قال مالك رحمه الله تعالى من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق راجع حاشة العدوي على شرح الزرقان المجلدين صفحة 295 راجع إيقاظ الهمم على شرح الحكم العطائية صفحة 6 راجع كتاب الإعلام بأن التلصوف من الإسلام الصديق الغمار صفحة 6 راجع كتاب قواعد التصوف وهذه العبارة أرويها بالإسناد المتصل عن شيخ الإزيري عن أستاذي الشيخ إبراهيم أبو الزين عن الشيخ محمد البدد الشيخ الإسناد الشيخ حانيش بإسناد الإيمان ما هي العبار؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صوفي راجع كتاب تأييد الحقيقة العالية صفحة 15 للإمام الحافظ جال الدين الصيوط رحمه الله تعالى فقال صحبت الصوفية فلم أستفد منهم ثوى حرفين أو ثلاثة الوقت كالسيف إن لم تقطع حقاطعك نفسك إن لم تشغلها بالحق يشغلك بالباطل والعظم عصفة وضحت حديث أبو حنيف النعمان من السابعين أبو حنيف التابع حاشة بن عابدين المجلد الأول صفحة 314 صفحة 415 ابن عابدين ينقل أن النعمان صوفي موضوع الشطحات أنا ما جاوبت عليه أنا أسئلته كله أجبت عليه باقي الشطحات دي لاحظتها وتكلم على ابن حجر أنا سألتك أنا سألتك كي سنفهم شرحة ذالي ابن حجر أنكر التصوف أتحدّوا يجيب ليه كتاب ينكد ابن حجر يقول ليه أنكرت التصوف ابن حجر عزقلاني صوفي هذه الشطحات التي ذكرها التي ذكرها بعبارة بسيطة الكلام الذي يصدر من الشخص أي أن كان هو كلام الذي يصدر ننظر إلى حالة القائل إن ثبت كجزئية أولى أكثر هذه العبارات متسوسة مكذوبة ابن تيمية شيخه هذا في مجموعة الفتاة الكبرى في المجلد حداشر سبحة 74 نفس يطلع عليه من جهازه هذا مجلد عداشة سبحة 74 أنا حافظه رصاي في راسي ما شاير ليه جهاز هو إلا بشير جهازه هذا سبحة 74 صم عن ظهر قلب يتكلم قال ما يقالوا عنهم عن الحلول والاتحاد اختلقه الأفاكون الكذابون هذا شيخه ابن تيمية إذن ليس هو من التصوف أنتبه لا لا ما تلزمني بإجابة ابن تيمية هذا في إشارات لطيفة يطلعها في صفحة 48 49 هذه الرسالة يتكلم على تأويل شطحات الشيء عبد القادر الجيلاني يتكلم قال هذا الكلام الذي قال والشيء قاله على لسالة محمدية دكتور دكتور سؤال كيف نتعامل مع هذه الشطحات نتعامل معها كالآتي إن العبارة التي فيها مخالفة لظاهر الشريعة إن ثبتت فهي محمولة على منوال ما جاء في صحيح الإمام المسلم يتم تأويلها أصبر لي حتى أكمل عبارتي إن ثبتت هذه العبارات مكذوبة إن ثبتت فهي محمولة على منوال ما جاء في صحيح الإمام المسلم في باب التوبة تحديدا من حديث الراحلة أن الرجل عندما فقد راحلته ورقد تحت شجرة فلما أفاق وجد عنده قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إت عبدي وأنا ربك الحبيب على عبارة الأستاذ الهواري هذا قال كافر قال بدعة نظر إلى حالته حالة الفرح التي غطت على عقله كذلك حالة الذكرية التي تغطي على حالة على عقل السالك قد يتفوه بعبارة مثل هذه قال أخطأ من شدة الفرح أخطأ إذن مدارج السالكين من القيمة الجوزية تكلم على فصل السكر في السكر هل ابن القيمة الجوزية ده ضال مضيل ده ما شيخه تكلم على السكر إنه قد يغطي على العقل وقسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية ثم تكلم على ذلك إذن إما العبارة مجنوبة وإما مؤولة وضحت هذه النقطة وضحت هذه النقطة أما ما قاله عن ابن حجر فهو كذب ضعني أزلك هذا سؤال آخر ما يتعلق بمصادر وهو لم يجيب على أسئلتي سأنتقل ولم يستطيع أن يجيب حسنا حسنا في سؤال متعلق بمصادر المعرفة مصادر التشريح في التصوف ما هي بسرعة ما هي مصادر التشريح في التصوف الإمام في كتاب اللمع صفحة 21 تحديدا كمرجع مصادر التشريح في التصوف وأربعة واحد يعني ما كان في كتاب الله عز وجل اتنين الاختداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة التخلق بأخلاق الأنبياء الصحابة والتابعين أربعة التأدب بأداب عباد الله الصالحين قال الإمام الجنيش وضحت هذا النقطة في الرسالة القشيرية المجلدة دعنا أنتقل طريقنا مشيد على الكتاب والسنة شكرا وضحت هذا النقطة دكتور حسن أحمد حسن الهواري هناك أزيلة متعلقة بأن بعض الأيمن الأربعة كانوا يميلون إلى التزكية أو التصوف دعنا لا نختلف في التسمية كيف نستطيع أن نرفض الجانب الصوفي مثلا كما ذكر الإمام أحمد عذرا كما ذكر أن الإمام أحمد وجد ناسا في المسجد كيف نفهم هذه النزعات الصوفية في الأئمة نفهم ذلك أولا التزكية والتربية والسلوب والأخلاق هذا الإسلام أصل من وصل الدين وهو في القرآن وهو في السنة وهو في سيرة السلف لا نحتاج لنا إلى أن نسميه نصوف الطاقة وبعض الكلام الذي ذكره أخونا الفاضل الإمام أحمد لا يصح هذا إطلاقا والذي جيبنا للمرجع وترتيب المدارك القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام مالك وهذا كتاب معروف وكلنا نسترجع له قال سئل مالك رحمه الله قالوا إن عندنا قوما فين الصيبين وقال لهم الصوفية يأكلون فيرقصون أو فيذكرون الله ويتميلون قال الإمام مالك أمام جانينهم أصيبيانهم قيل له بل عقلاء قال ما علمت أحدا من أهل الإسلام يعلموا كما يقوله شيخ الإمام مالك شيخ السودان كله شيخ المسلمين هل الإمام مالك جاهل هنا هل الإمام مالك يتجنى على الناس وهو وارث علم التابعين من الصحابة رضي الله عنهم ويقول ما عرفت أو ما علمت أحدا من أهل الإسلام يفعله ثانيا الإمام الشافعي نقل عنه البيهقي ونقل عنه ابن الجوز أنه قال من تصوف ما تصوف أحدا في أول النهار إلا صار أحمقا في آخره وحذر من الصوفية حذر من الصوفية والإمام مالك حذر من الصوفية والأئمة اللي ذكرت لك أسماءهم كلهم حذروا من الصوفية أئمة المالكية كلهم حذروا من الصوفية وكلام ابن حجر اللي هو يتحدى فيه هذا ابن حجر نقل كلام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم في شرحه على مسلم جرح الصوفية جرح وقال هذه بطالة وعطالة وقال إنهم يقولون هذه الأشياء تؤدي بالإنسان إلى سني الأحوال فعلق ابن حجر في فتح البارد قال قال الأولى أن يقال عنهم يؤدي إلى سيء الأحوال هذا قال ابن حجر في فتح البارد وضحت هذه النقطة لا لا عفوا لما وضحت يقول أنت تقرأ من الجهاز أنا أقرأ من الجهاز تركت الجهاز سأقرأ من كتاب وليس كتابي كتاب صوفية أبدا لا بد أن يتكلم نصف ساعة يا شيخ يقول هذا هذا حق هذا الفيضات الربانية ألفوه الوهابية طيب خلينا الجهاز يقول ينادمني في كل يوم وليلة وما زال يرعاني بعين المودة ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يحظى بعز ورفعتي وأمري أمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي أخطأ من شدة الفرح موجودة هنا هذا كتاب يا شيخنا بارك الله فيك وعاينت إسرافيلة واللوحة والرضا وشاهدت أنوار الجلالة بنظرته ماذا تستمبتون هذا الكلام وشاهدت من خلق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي هذا كل ماذا يعني هذا باختصار يعني أن هذا نوع من التصوف زندقة وباطل يجب على الشيخ محمد أن يتق الله وأن ينصح المسلمين الذين سيتعلقون في دمت دون يسترسال في هذا الأمر بأن يبقين لهم التصوف الباطل وضحت قلت له هل هناك تصوف باطل وضحت هذه النقطة وما أجاب جوابه الذي ذكره لا تصوف باطل هل هذا تصوف أم لا حسنا دكتور أنت ما عدتني فرصة أجاب على الأخاذ عند أسئلة سار هرجع لك هرجع لك دكتور محمد منتصر يعني الرجل يقول لك أن هناك بعض الآيات هناك فيها إشراك أو ابتداء مفهوم الإشراك بين التصوف بين الصوفية وبين السلفية كيف نفهم مزألة التوسل بالآخرين وكيف نفرق بينه وبين الإشراك أجبني على هذا السؤال طيب فضل قبل هذه الإجابة أقول لك باختصار أيوة باختصار هو أورد قال ألفوا الوهابية لاحظ كلمة وهابية ورد على لساني وعرر نفسه قال أنصار السنة المحمدية في أول حديث قال في كلمة التصوف دعني أجيب دعني أجيب في أول كلامه كلمة التصوف قال لم تكن في عهد الوهابية إلى أن ينتقل أنا بزاله كلمة وهابية وأنصار سنة عن ربان نفسه هل كإسم موجودة في عهد الوهابية سيجيب في جماعة كذا جعدين وهابية أنا قال ألفوا الوهابية لا يوجد دي عبارة أولا انتقل لنا نقطة طيب وهابية سيجيب أنصار سنة ما موجودة انتقل لنا نقطة الأخرى اكتنين ما ذكره عن الإمام مالك في الإسناد الخضر ابن المثنة أنا أتحدى يعرفيه الخضر المثنة ده متى أولد متى توفي وماذا قال الحفاظ فيه في الإسناد الخضر ابن المثنة مجهول ده سؤال إذن لا يعتد به بس أنا أتحدى ما يقول ما نمره من الحلق دي لأوري خضر المثنة تولد بتين مات بتين وماذا قال في الحفاظ كلاما إمام الشافع الذي ساقه فيه أبي الحسن الهكاري قال عنه الذهبي في ميزال الاعتدال في نغض الرجال كان الغالب على أحاديثه الغرائب والمنكرات بتحدى ابو الريني الهكاري ده اتولد بتين وتوفى بتين أنا علم الحديث بحفظه عن ظهر قلب لكن هما يعني بضعته دون تجريح نعم لا ما في تجريح لكن بضعته حسن نعم طيب أيضا من الجزئيات يعني ابن حدر العسقلاني حكى حكاية الحافظ ابن حدر في فتح الباري وفي غير من المؤلفات يذكر رأيا ليس له يحكيه من باب الحكاية تارثا بصيغة التمريد تارثا ينتقل هذه المسألة العبارة ما قاله نحن نرى ما قالت ابن تيمية ابن تيمية يتكلم على أن هناك من ينتحل من ينتحل يعني صفة التصوف فجعل هناك صوفية أرزاق اثنين صوفية رسم وشف ثلاثة صوفية حقائق فصوفية الأرزاق هم الذين همهم جمع الأموال بمعنى يمكن أن يوجد شخص ينتحل شخصية ضابط في الجيش ولا في الشرطة ويظهر ظاهريا يفعل أفعال مخالفة قانونة ليس هو من التصوف أي وقانونة إذن ما تمت حكايته عن هؤلاء هم قوم انتحلوا هذا المسمى لكن الإمام مالك بالإسناد ذكرت التصوف الذي ذكره هو أجبني على سؤال الشرك فيما يتعلق بالتوسل الشيخ ما سأل عن التوسل الشيخ الهواري أنا أسألك قال الفيوضات الربانية أنا الذي يسأل سيديك الشعب طيد أنا الذي يسأل أنا أقدم حاجة دكتور أستاذ جهاد لك كل الاحترام شيخ ابن تيمية أول أول شقه الشيخة الشيخة في مجموع الفتاول الكبرى قدس الله سره وابن تيمية قادري الطريقة ذكر على أنه شيخه ابن قدامى المغدسي وقال لا ليس ابن قدامى وكان ابن أخر ابن قدامى كان شيخ لابن تيمية ثم ابن قدامى ونتظر الشيخة القادر الجيلاني. والشيء عبدالقادر ابن تيمي الشيخ هذا الرجل في مجموع الفتاة والكبرى يقول كرامات الشيء عبدالقادر الجيلاني ثابت بالتواتر ويقول قدس الله سره. وفي إشارات طييفة صفحة 48-49 شيخ هذا يؤول كلام الشيء عبدالقادر الجيلاني. إذن هو قام قال لي أخطأ من شدة الفرح. هل أنت كنت معه لو ثبتت هذه العبارة هل أنت كنت معه تكيف هل هو كان في فرح أم كان في غضب؟ دكتور محمد منتصر. لم تجبني على سؤالي. الشرك الذي يتهم به المتصوفة قطاعات كثيرة تتهم التصوف بأنه فيه جزء من الإشراك. وين الإشراك؟ دعني أنزل السؤال قاملا. فيه جزء من الإشراك كالدعاء الآخرين والتوسل بالقبور. دعني أخذ منك الإجابة بعد الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده هذا الحوار كونوا بالقرب. ترجمة نانسي قنقر